ازايكو حبابي رب تكونوا بصحة وخير وسلام تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة وصيامي حاجة حلوة هنستخدم ايه معنا نص كباية من السكر وعليها كباية من المياه ونقطتين لمون ورشة فانيليا عليها وهنفضل نخليها تغلي لحد اول ما تغلي ندفي عليها ونخليها على جنب وده القطر اللي احنا هنستخدمه للوصفة بتاعتنا حاجة حلوة ومسكرة وهتكون صيامي من ايه تو زي بعد ما تغلي هندفي عليها وهنيجي بعد كده في طاصة هنحط حتة سامنا صيامي او حتي زيت اللي يعجبك استخدميه في الوصفة ديت هننزل بكباية من سميط البسبوسة سميط بسبوسة اي نوع انت بتستخدميه من العربي من الكريم فويت اللي نوع اللي تستخدميه اي حاجة اللي موجودة عندك وهتبتدت ان انت تقلبي فيها لحد ما تتحمر معاكي المقدار اللي انا عامله انا كنت عامله لمقدار سنتين فانت فيك المقدار اللي انا بقوله لك هو مقدار سنية واحدة كباية من سميط البسبوسة هنحمرها في حتة سامنة او زيت وبعد كده لما هتتحمر خالص وهتبقى باللون اللي احنا شايفينه ده قدامنا هنزل بكباية القطر اللي انا عملته وهبتدي اقلب فيها لحد ما كل النسيج دوت يتمسك مع بعضه ويندمج مع بعضه ويعمل ايه اه ياخد ويدي بشكل ودي مع بعضه وتدخن كده ايه وتبقى اه مسكة نفسيها شوية بعد كده هنضيف اضافة تانية اه للوصفة بتاعتنا هنجيب لبن اه اللوز هنحطه مقدار كباية الكباية اللي انا حطتها و اه هنافضل نقلب فيها لحد ما يدخن ويشرب اللبن والعسل مع بعض كل حاجة تندمج كده مع بعضها اه وهيكون بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وفي الوقت دوت هنضفع عليها النار و اه نخليها على جنب لما تبتدي تهدى نزبطها في الصينية ونعمل الكريمة بتاعتنا اللي احنا هنعملها وده كان شكلها لما اه بعد ما طفيت عليها النار اه وسبتها تهدى شوية عشان خطر ان احنا نستخدمها للوصفة بتاعتنا انا جبت البيستريت كريم ديت النوع ديت اه سيومي اه تقدر اجيبها موجودة في الفريزر بتاعت سيبيها بره لغاية تم تفك وبعد كده باخد تلات معالق من النشا على معلقتين سكر ورشة فانيليا وبحط كل ده على البارد احط كوب بيتين من الكريم فويت ديت في منها علب كبيرة وفي منها علب صغيرة عشان بستخدم لحاجات وحاجات كتيرة بعملها لناس فبستخدم العلبة الكبيرة واللي بيفيدي عندي بحطه في الفريزر اه والباقي بشيلوا في التلاجة اه اللي لو هتستخدميها تاني يوم لكن لو هتستخدميها اه بعدين يلازم تحطيها في الفريزر وبتدي اقل فيها لحد ما تدخنها الاول وهي على البارد بعد كده لغاية ما عنا النار لحد ما توصل بالقوام ده وده بيبقى لونها بعد ما بتعمل بيبقى زي الكاسترد السيامي وبتبقى جهزة للي كنتي تستخدميها هاجي بعد كده الصينية يتن بتاعتي بقى حط نص المقدار من السمية البسبوسة اللي أنا عملته في الصينية وبرصه في قعر الصينية وانزل عليه بالكاسترد اللي أنا عملته وحطيته على وش الصينية بالمنظر دهوت ووعد كده أزوأه بأي نوع مقاسترات فوزدق لوز بندق اللي يعجبك اللي انت عايزة تحطيه مش عايزة تحطيه اي مقاسترات مش بتحب المقاسترات ما تحطيش حاجة خالص ممكن تحطيه شوية جوست الهند اللي انت عايزاه كل حاجة متوفرة اللي موجودة عندك قدر يتعمليها هنزلها وبعد كده هنقفلها ونخطها في التلاجة على الأقل أربع ساعات علشان خاطر تقدر ان هي تمسك نفسها وكل حاجة تمسك مع بعضها وتقدر انك انت تقطعيها لما تيجي تقطع تتقطع معاك ودي وصفتنا النهاردة يا رب تعجبكو واللي أكل من الأكلة ديت يقول لنا رأيه فيها ايه وإحنا سميناها المربربة علشان خاطر فعلا لو انت كلتيها واعتمدتها عندك على طول هتبقي مربربة فخذي بالك من الأكلة اللي انت هتكليها الأكلة بتاعتنا يا رب تعجبكو اشتركوا في القناة